هذا أيضاً سلمك الله أحد الكتب المهمة والعالية والنفيسة في المذهب الشافعي بل هي مفيدة حتى لعموم الفقه وهو من تأليف الإمام بحامد الغزالي رحمة الله عليه من تفع عام 505 رحمة الله عليه ألف ثلاثة كتب في الفقه الوجيز والوسيط والبسيط والوسيط هو وسط بين الاختصار وبين التطويل كذا جعل وأراده لكنه اعتنى به عناية فائقة وحبره وفصله وسهل العبار وهو يقول حتى تكون في متناول الجميع وهو كذلك لو تقرأ في الوسيط تقول سبحانه العظيم كأنها من الكتب المعاصرة اليوم تفقيراً شوش عنده من حسن التفقير والترتيب للمسائل شيء عجيب ويبدأ يقول لك وهذا فيه 11 مسألة 11 أدباً 11 شرطاً أو 9 شروط وهكذا ويعددها 1 2 3 كأنك في كتاب مدرسي تقرأه على النموذج المعاصرة اليوم سبحانه من ألهمه العقلية هذه الرياضية بحيث نظم المعلومة الفقهية بهذا التنظيم هذا الكتاب صار عمداً لمن جاء بعده سواء من أئمة المذهب كالرافع والنوي وهما رأسي المذهب أو من جاء بعد ذلك وعنوانه الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي رحمة الله عليه ستوفي عام 55 لهجرة الكتاب من دراسة وتحقيق وتعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيد الدين القرى داغي أخونا الشيخ القرى داغي وفقه الله كان قد بدأ كان هو رسالة علمية أصلاً عام بدأ عام 1400 يعني 1980 وقدمه فكان طبع أول جزئين من الكتاب وهي رسالته عام 1402 وظل من عام 1402 إلى 32 سنة والكتاب حبيث يعني بعد عام 92 أخرج جلء ثالث ثالث تيزاء طبع في قطر ثم بقي محبوساً عنده الكتاب وخرج الطبعة بعد ذلك بعد ذلك طبعة معروفة في مصر لكنها لا تفي بحق الكتاب ولا بغرضي لا من حسن قراءة المخطوط ولا بتوافر النسخ العتيق المخطوط ولا بالتعليق العلم الذي يليق به يليق به فهذا لما خرج حثر على استكمال الكتاب ورأى رؤيا رأى أبي حامد الغزالي في المنام يضحك يبتسم يقول له خلص خلص سيبك الكسل فأتم الكتاب في تسعة مجلدات من أحسن ما يكون من الأعمال العلمية والشيخ علي داقي وفقه الله علي القرداغي يعني هو من العلماء المعروفين بأصحاب الأقلام العالية وأعماله العلمية تشهد بذلك لكن هذا الكتاب يعني يعتبر من الكتب التي أخذت مجالا طويلا في العمر قارب 32 أو 34 سنة حتى خرج في سعة مجلدات وهو قال أن هذا من حسني أنا لأنه وقف بعد ذلك على نسخ نفيسة كان بعضها أنفس من التي أخرج عليها القطة الأول وكان هذا الخير للكتاب وخق الكتاب على إحدى عشرة نسخة بعضها نفيس جدا حتى اكتمل الكتاب عنده وخدمه بالخدمة الجليلة وقدم له بمقدمة طويلة في 300 صبحة أو أكثر وهذا نموذج من نماذج المقدمات الطويلة في التحقيق ولكن تستاهل التطويل الذي يدمه من من يا حسن التطويل يدمه من من ينفش الكتاب وينفخه بما هبه دب بالذي يخدم البحث والمسألة والنظر والذي لا يخدمه هذا يدم أما الذي يكتب مثل هذه المقدمات الطويلة لأجل خدمة الكتاب ولأجل خدمة الباحث حتى يطلع عليها فهذا لا يدم هذا محمود واليوم عندنا مثال وعندنا مثال الثاني أيضا سيأتي حوالي 350 صفحة المقدمة فقط ولكن تعالي قرأ في سيرة أبي حامد التي تكتبها الشيخ القرداغي شيء ممتع فيه من قضايا التفصيل وأنا اطلعت على أبحاث مفردة في تراجع أبي حامد كتبت على كثير مما نقله الشيخة هنا عندنا في هذه الترجمة طبعا هذه في طبعاتها الأولى الإبرازة الأولى ما بالك في الثاني التي أضاف فيها بعض الأشياء وهذا الحقيقة إذا إنسان كتب كتاب فيه مقدمة يريده كنت تكون مقدمة عمية ترى يستطيع لا وفيها مقارنة بين الوسيط وغير مكتاب مذهب ومن تأثر بي حتى من علماء المذاهب الأخرى والكتاب الحقيقة من إخراجات أخواننا في دار في مكتبة في دار البشاء الإسلامية وقد أحسنوا جدا وهو وفقه الله نعطيكم نموذج هو أخذ على عاتقه أن يشرح حتى المسائل الفقهية ويقارن بها يعني حتى من فقط مقارن بالمخطوطات والخدمة العلمية المعروفة من تخريج الأحاديث وغير لا لا هو أخذ على عاتقه حتى في مسألة تصحيح المذهب لربما ذكر بحامد الغزالي قولنا وروايه في المذهب الشافعي هو يقول ما هو المعتمد استقر عليه المذهب وهو أيضا حيانا يقارن بمذهب الأخرى خاصة إذا ذكر أبو حامد الغزالي ذكر أبو حمد الغزالي في كتابه المذهب الأخرى وفقه الله كتاب مطبوع في تسع مجلدات من إصدارات دار البشاء الإسلامية نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة